موسيقى اهلا وسهلا بيكو سنة 5 ابتدائي وحلقة جديدة من مادة الدراسات الاجتماعية تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة هنكمل سلسلة المراجعات اللي احنا ابتدناها المرة اللي فاتت واللي قابليها وكمان نمازج الامتحانات احنا من المرة اللي فاتت بتدنا ناخد كده شكل الامتحان بتاعنا عامل ازاي وفكركم كده احنا كان الامتحان بتاعنا بيبقى عبارة عن اربع اسئلة كل سؤال منه بيبقى الف وبيه وبيبقى الامتحان تاريخه وجغرافيه على بعض يعني حاجة واحدة مش مقسمية طيب وقلنا الاسئلة الف وبيه طبعا متقسمين السؤال الاول طبيعي زي كل مرة وزي ما هتفضل بتاخد من السنة دي في خمسة ابتدائي لحد لما تخلص تلت عددي هيكون هو سؤال الخريطة فتعالوا كده بقى مع بعض نركز نجيب وراه قلم ونكتب ونفتكر مع بعض الحاجات اللي احنا اخدناها طيب وده معانا النموذج الاول ونبدأ على الخريطة تعالوا كده نشوف مع بعض هنعمل ايه طيب واول سؤال معانا النهاردة سؤال الخريطة زي ما قلنا كده تعالوا نشوف جايب لنا ايه اول حاجة يطلب مني البحر رقم واحد البحر وده البحر اللي موجود هنا في الشرق طبعا كلنا عارفينه اسهل البحر عندنا هو البحر الاحمر طيب البحر التاني منطقة او السؤال التاني يعني منطقة لاستخراج المنجنيز منجيب المنجنيز منين وحطط لي رقم اتنين هنا هو عندي شبه جزيرة سيناء فاكرين منجنيز اللي بحرف الجيم زي حاجة كده اسمها برافو ام باجمة اللي بحرف الجيم برضو المنجنيز رقم اتنين هنا هو عند ام باجمة طب السؤال التالت منطقة لاستخراج الدهب فاجيب الدهب منين ها تعالوا كده نفتكر تمام برضو عند سلسلة جبال البحر الاحمر فاجيبه من حتة اسمها جبل السكري المنطقة رقم تلاتة دي طب السؤال الرابع منطقة لاستخراج الغاز الطبيعي شاور فوق كده هو حاطتلي سهم عند الدلتة فوق كده في شمال الدلتة عند تحت البحر المتوسط كده بحتة بسيطة ها فاكرين تمام برافو عليكم الغاز الطبيعي باجيبه من منطقة اسمها منطقة ابو ماضي طب اخر سؤال عندي رقم خمسة مشروع فاكرين المشاريع بتاعتنا كان عندنا مشاريع هو دلوقتي طالب مني مشروع واحد رقم خمسة اللي موجود هناك تحت كده عند الجنوب خالص كده في جنوب غرب مصر فاكرين كان اسمه مشروع ايه برافو عليكم هايلين مشروع شرق العوينات يبقى انا عندي خمس نقط خمس درجات بتوع الخريطة طبعا احنا متمرنين عليهم ومفروض الخمس درجات دول يكونوا مضمونين بالنسبة لكم تعالوا كده نعيد مع بعض مرة كمان رقم واحد البحر الأحمر رقم اثنين المنجنيز وبجيبه من عند أم باجمة شبك زير السيناء رقم تلاتة منطقة لاستخراج الدهب بجيبها من عند جبل السكري عند سلسلة جبل البحر الأحمر ورقم أربعة منطقة لاستخراج الغاز الطبيعي دي موجودة فوق عند شمال الدلتة عند حتة منطقة كده اسمها أبو ماضي وأخيرا رقم خمسة مشروع من المشاريع الزراعية اللي موجود عندي هو مشروع شرق العوينات وعايزكوا بس في حتة في مشروع شرق العوينات دي تركزوا إن الجزء اللي تحت ده في الجنوب عندي مشروعين المشروع القريب من بحيرة ناصر ده طبعا يبقى مشروع تشكة علشان بياخد المياه من بحيرة ناصر ولكن المشروع البعيد شوية اللي في الآخر خالص كده عند حدود مصر هو مشروع شرق العوينات تمام رفعوا عليكم يلا بقى تعالوا نكمل الأسئلة بتاعتنا نشوف اللي موجود معنا طيب السؤال الأول بقى قلنا أول كل الأسئلة بتاعتنا ألفوا به السؤال رقم به في السؤال الأول بيقول كده بما تفسر بما تفسر أهمية الموارد الطبيعية أهمية الموارد الطبيعية كلنا عارفين موارد الطبيعية دي الحاجات اللي ربنا ادهالي تعالوا نفكر كده زي إيه؟ زي التربة زي المية زي النبات الطبيعي زي مصادر الطاقة زي السروات المعدنية دي كلها حاجات بتساعدني وبتفدني في أن أنا يبقى عندي موارد طبيعية واستغلها طيب إيه أهميتها بقى؟ المية رقم واحد المية ضرورية لحياة الإنسان والحيوان والنبات استخدم المية في كل حاجة من قدرش نعيش من غير المية طيب رقم اثنين قال لي التربة التربة دي مش موارد طبيعي أيوا برافو التربة مهمة لعملية الزراعة مية وتربة يديني زراعة اللي بناكل منها طيب رقم ثلاثة قال لي كمان موارد طبيعية هي منها أهميتها يعني مصادر الطاقة زي البترول وفحم والغاز الطبيعي دول كلها حاجات احنا مش بنجيبها موجودة في بطن الأرض ربنا جهزها لنا ودي أساسية للتقدم الصناعي إن أنا يبقى عندي صناعة مفيش مصنع بيشتغل من غير مصدر للطاقة فمصادر الطاقة دي مهمة لقيام الصناعة فلما يجي يقول لي بما تفسر أهمية الموارد الطبيعية أقول له علشان المية ضرورية لحياة الإنسان والحيوان والنبات التربة الخصبة لازمة للزراعة مصادر الطاقة فهي تعتبر أساس التقدم الصناعي طب السؤال التاني بباردوف بما تفسر يقول لي أهمية الزراعة كنشاط اقتصادي في مصر أهمية الزراعة كنشاط اقتصادي في مصر ليه الزراعة مهمة طبعا إحنا قلنا قبل كده الزراعة مهمة لأنها بتوفر للأكل بيأكل من الزراعة طماطم وخيار وبطاطس وكل الخضرات والفكهة الجميلة دي لكن أنا بيسألني فيها كمصدر أو كنشاط اقتصادي يعني كشغر بستفيد منها في ايه؟ بتفيدني في ايه؟ قال لي عندي إيجابتين ولو أنتم فاكرين كده مع بعض رقم واحد أنه بيعمل في الزراعة حوالي كده 28% من عمال مصر يعني 28% من نسبة الناس اللي في مصر كلها بيشتغلوا بيشتغلوا في الزراعة ودي نسبة كبيرة جدا 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 مش نسبة صغيرة خالص رقم اثنين الزراعة مهمة في ايه؟ علشان هي بتساهم بحوالي 20% من قيمة الصادرات يعني الحاجات اللي أنا بصدرها 20% منها منتجات زراعية كل بقى الحاجات اللي احنا قلنا عليها قطن برتقال بطاطس الحاجات دي كلها رز الحاجات دي كلها اللي أنا بصدرها وحاجات تانية طبعا كتير 20% منهم طبعا بيبقوا مواد زراعية وده بيدخلي أنا كدولة عملات أجنبية بتفيدني بعد كده في المشاريع وفي كل حاجة أنا بشتغل فيها طيب السؤال رقم 3 برضو بما تفسر يقول لي كده أسباب سقوط الدولة الرومانية ليه الدولة الرومانية سقطت؟ إيه اللي خلالها تنهار؟ رغم إن كان لها شوية إنجازات وشوية حاجات كويسة؟ قال لي رقم واحد كسرة الضرائب التي فرضها الرومان على المصريين تدوا يتخلوا المصريين يدفعوا فلوس كتيرة جدا جدا مش دريبة ولا اتنين الرومان عملوا ضرائب كتيرة قوي قوي على المصريين ودي حاجة تداية أنت بتاخد من الفلوس بتاعتي فالمصريين كانوا متضايقين من الضرائب الكتيرة دي يبدأ أول سبع طب اتنين حرموا المصريين من الاشتراك في الحكم قلنا إن هما كانوا بيفضلوا الرومان إن هما يشتغلوا في المناصب العليا على المصريين يعني لو في وظيفة متقدم لها واحد مصري واحد روماني لا المصري أنت مش هتشتغل حتى لو هو شاطر أو كف أو يعني مفيد جدا في الشغلانة دي لا تعال على جنب أنت مش هتشتغل معنا الروماني حتى لو هو أقل في الخبرة ولكنه بيفضلوا على المصري ده طبعا ظلم كبير جدا للمصريين فده حاجة من الحاجات اللي اتضايقت المصريين جدا إن هما مش بيشتركوا في الحكم لأنها بلدهم من حق إن أنا أشترك فيها رقم ثلاثة قسرة صورات المصريين ضد الروماني المصريين بقى ما سكتوش ما هو أنت بتاخد مني ضرائب كتيرة أنت بتحرمني من الاشتراك في الحكم أنت بتعملني معاملة وحشة بتعملني كطبقة أقل منك فلازم مش هسكت فبالتالي مصريين بتدوا يعملوا ضدهم صورات كتيرة وده خلى الحكم بتاعهم مش حكم سابط في مصر وبعد كده مشوا من مصر طبعا لما جاء عمر بن العاص وحريبهم وطردهم برة مصر طيب السؤال التاني بيقول لي كده اكتب كلمة صواب أمام العبارات الصحيحة أو كلمة خطأ أمام العبارات الغير صحيحة طيب مصر ما فيهاش غابات طبيعية ليه؟ لأن الغابات بتطلع نتيجة إيه؟ سقوط الأمطار فالغابات بتطلع ومصر ما فيهاش أمطار كتير مصر الأمطار بتاعتها أمطار شتوية بتيجي في فصل الشتاء وبتيجي على السواحل الشمالية ده أكتر مكان يعني بتنزل فيه المطر وبالتالي الأماكن اللي بقية مفيهاش مفيهاش أمطار خالص أو الأمطار اللي فيها قليلة ما تسمحش بقيام الغابات فيها رقم اثنين يقول لي يعتمد مصنع الحديد والصرب في حلوان على حديد الوحات البحرية مصنع الحديد والصرب اللي في حلوان يجيب الحديد بتاعه من الوحات البحرية هم لدي صحة ولا غلط؟ تمام صح جدا أن احنا بنقول أن الحديد بنجيبه من الوحات البحرية كأكبر مكان بنجيب منه حديد يعني رقم 3 يقول لي كده تعد مصر أولى دول الوطن العربي انتاجاً للكهرباء المائية مصر أول دولة من دول الوطن العربي في انتاج الكهرباء المائية أيها تمام صح جواب صحيح جملة صواب سؤال رقم 4 يقتصر وجود المراعي في مصر في شمال سيناء فقط مصر مفهاش مراعي كتيرة وان المراعي دي هي الحشائش الصغيرة اللي الأغنام والماعز بيتربوا عليها أو بيكلوها يعني علشان يجبروا كده ونقدر نستفيد منهم فالمراعي دي مش موجودة في مصر خالص يقتصر وجودها يعني مش موجودة غير في الحتة دي غير فين؟ في شمال سيناء بس فقط جملة دي صح؟ لا للأسف جملة دي جملة خاطئة لان أنا عندي في أمطار بتيجي على السواحل الشمالية الناحية الثانية عند الجزء بتاع مرسا مطروح كده منطقة السلوم والجزء الشمالي ده في أمطار وبالتالي الأمطار دي بتخلي فيه حشائش صغيرة بسيطة وبالتالي فيه مراعي هناك ده مكان كمان فيه بعض الأماكن اللي موجودة في الصحراء في الوحات دي برضو فيها مراعي ويه بتقام عليها حرفة الرعي فيكتصر وجود المراعي في شمال سيناء؟ لا الجملة دي غلط آه فيه في سيناء وكمان فيه في السواحل الشمالية وكمان فيه في الوحات السؤال التاني يرقم به؟ لمن تنسب الأعمال؟ يعني مين اللي عمل الحاجات اللي جاية داية؟ رقم واحد حكم مصر بعد وفاة الإسكندر الأكبر مين اللي حكم بعدما الإسكندر مات؟ وانا كده فاكرين القصة إيه اللي حصل؟ وانا كده اجتمع كل القضاء بتاع الإسكندر وابتدوا كل واحد ياخد مدينة من المدن أو منطقة يعني لحد لما جي واحد قالوا ما نعايز ياخد مصر فاكرين هو مين؟ برافو عليكم هو بطلميوس الأول وانا ابتدى ينشئ في مصر حاجة اسمها الدولة البطلمية رقم اتنين هزمت في معركة أكتيوم البحرية هي وحلفها أنطنيوس مين دي بقى اللي تهزمت؟ طبعا سؤال سهل خالص وبسيط برافو عليكم وهي كليوباترا السبعة آخر ملوك الدولة البطلمية في مصر رقم تلاتة أصدر مرسوم ميلان عام 313 مين اللي أصدر مرسوم ميلان؟ قلنا الشخص ده كمان كان حكمه نقطة تحول في حياة المسيحيين أو في حياة الدولة المسيحية برافو عليكم هو الامبراطور كوستانتين لأنه اعترف بالديانة المسيحية ديانة رسمية وارد ديانة الوسانية تعالوا نخش على السؤال الثالث السؤال الثالث بيقول أكمل العبارات الآتية رقم واحد من أمثلة أمثلة الطاقة المتجددة إيه وإيه وإيه الطاقة المتجددة يعني الطاقة اللي مش بتخلص تمام؟ برافو عليكم هايل أول حاجة الطاقة الشمسية شمس فيه يوم الشمس ما طلعتش فيه؟ لا الشمس موجودة على طول رقم اثنين الرياح طاقة الرياح فاكرين الحاجات اللي بتلف فتربيد يلف فتطلع لي طاقة هايل رقم ثلاثة طاقة القهرماء من خلال سكوت المياه من خلال السد العالي أو الشلالات أو أي حاجة مياة لما تنزل من مكان مرتفع من مكان منخفض بتيجي على التوربيد تخليه يلف بسرعة بتالي قدر ياخد منها طاقة فمن أمثلة الطاقة المتجددة اللي هي الطاقة اللي مش بتخلص ثلاث حاجات طاقة شمسية طاقة الرياح طاقة كهرماء رقم اثنين يتم تزويد مشروع تشكة بالمياه منه يعني احنا بنجيب مية المشروع تشكة كمين تمام برافو عليك احنا قلنا انها قريب من بحيرة ناصر وبالتالي احنا بنجيب المياه بتاعته من بحيرة ناصر قلنا حفرنا قناة طويلة طولها 51 كم قناة طويلة قوي بتجيب المياه من بحيرة ناصر لحد مشروع تشكة سؤال رقم ثلاثة من أهم مراكز صناعة الأساس في مصر مدينتين يعني احنا أكتر مكان في صناعة أساس نعمل منه أساس زي كرسي زي المكتبة زي السرير زي صفرة حاجات اللي احنا بنستخدمها من الخشب دي لأه الأساس يعني طيب فين أشهر محافظتيا برافو عليكو هما القاهرة ومحافظة دوميات رقم 4 سؤال الرابع أشهر صورات المصريين ضد الرومان صورة ايه في الدلتة فاكرين لما قلنا من أسباب سكوت الدولة الرومانية أن المصريين عملوا صورات كتيرة ضدهم إيه بقى أشهر صورة لها كانت صورة كبيرة قوي وحصلت في حاجات كتيرة برافو عليكو صورة الرعاة اللي موجودة فين اللي حصلت في الدلتة صورة الرعاة في الدلتة سؤال ده جديد سؤال اختيارات تختار اختار من المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة بيه طيب تعالوا كده نقرأ مع بعض يستخدم في صناعة الحلاء وبعض أنواع من الأدوية تفتكروا إيه المعدن اللي احنا بنستخدم منه الحاجات دي النحاس مانجنيز فوسفات دهب حديد برافو عليكو طبعاً اللي بعمل منه أدوية بناخد منه أجزاء بسيطة من الأدوية استخدمه في الأكسسورات هو طبعاً الدهب برقم اتنين يستخدم في صناعة الحديد والصلب إيه المعدن اللي بستخدمه في صناعة الحديد والصلب عشان يخليه جامد النحاس المنجنيز الفوسفات الحديد تمامرابو عليكو هو معدن المنجنيز قلنا لما ناخد كمية من المنجنيز نحطها على الحديد بيخلي الحديد أقوى وده بيخليه صلب ناشف يعني قوى رقم ثلاثة يعتبر أساس الصناعات الحديثة إيه المعدن اللي هو أساس الصناعات الحديثة اللي بيخش في كل حاجة يعمل لي عربية ويعمل لي طيارة ويعمل لي سفينة كبيرة رابو عليكو طبعاً هيكون هو معدن الحديد طبعا من غير ما نقرأ البقين وآخر حاجة يستخدم في صناعة المبيدات الحشرية معدن إيه؟ فاكرين حاجتين مبيدات حشرية أسمدة زراعية مبيدات حشرية أسمدة زراعية وبالتالي هو معدن الفوسفات تمام؟ أجدكم تركزوا في درس المعادن ده عشان الأسئلة بتاعته كثيرة طيب السؤال الرابع صوب ما تحته خط يعني هو بيجيب لي جملة يحط تحتيها خط والكلمة دي هو عايز تبدلها دي كلمة الغلط اللي هو عايزك تبدلها طيب رقم واحد يعتبر الجبل من الموارد البشرية الجبل موارد بشرية طبعا غلط هو طالب مني أن أغير البشرية طبعا تبقى الموارد الطبيعية الجبل موارد طبيعية ربنا هو اللي نديني الجبل رقم اتنين أكبر مناطق مناطق انتاجا للبترول في مصر منطقة أبو ماضي أكتر مكان بنجيب منه بترول أبو ماضي لا نحن لسه يلين في سؤال الخريطة من شوية أن أبو ماضي ده بجيب منها غاز طبيعي يبقى أكتر مكان للبترول هو رفو عليكو هو خليج السويس رقم 3 الكوميسة هو اتحاد اقتصادي يضم دول أوروبا الكوميسة يضم دول أوروبا جملة دي صح؟ لا طبعا هو طالب مني أغير أوروبا ها كوميسة هيكون شرق وجنوب أفريقيا اتحاد الكوميسة ده نظام تجاري كده مصر الشريك فيه دخلت فيه علشان تسهل عمليات البيع والشرق ما بينها وما بين الدول بتاعة أفريقيا هو تحديدا يعني شرق وجنوب أفريقيا وإنه ده نظام اقتصادي مهم جدا بالنسبة لمصر والدول اللي موجودة في أفريقيا سوية الرقم 4 يتصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط عن طريق قناة بنما بسمعناهش خالص عن قناة بنما سؤال سهل تبقى هي قناة السويس على طول عشان هي تبقى الجملة صحيحة البحر الأحمر والبحر المتوسط يوصل ما بينهم قناة اسمها قناة السويس طيب خش على به السؤال يقول لي ما النتائج المترتبة على يعني ايه نتيجة الحدث ده وجود القناطر والسدود على طول مجرى النيل نهر النيل كبير وطويل وقالنا ممتد من فوق من الشمال من عند المصاب بتاعه عند البحر المتوسط لحد الجنوب طيب خلال ده كله وانا عندي سدود كتيرة تمنع ان المياه تغرق لي المناطق وفيه أناطر برضو عشان تقسم المياه وترفع منصوبها طيب ايه نتيجة اللي ترتبت على كده ان انا عندي في نهر النيل عندي سدود كتيرة وعندي أناطر كتيرة هاي البروفو عليكم ده أعاق الملاحة النهرية يعني ايه أعاق؟ يعني ما خلهاش تمشي بارتياح يعني ما خلهاش تمشي بسرعة مش في أي وقت السفن تقدر تمشي من المكان ده للمكان ده لازم في وقت معين ويستنى لغاية لما السدود ترتفع أو يتفتح مكان للسفينة فالسفينة تمشي وهكذا فالسدود والقناطر عملوا ايه؟ أعاقوا الملاحة النهرية ما خلهاش يعني شغالة كتير وبسهولة طيب ما النتائج المترتبة على؟ سطوع الشمس في مصر طوال العام سطوع يعني ان هي موجودة كتير ومنورة طيب مش حابة صغيرين لا سطوع يعني موجودة بكل قوتها سطوعها كده طيب النتائج اللي ترتبط ان في مصر فيه شمس كتير وشمس كويسة مرافو عليكم ده خل مصر تتوسع في استخدام الطاقة الشمسية اللي بقى فيه عندنا محطات الطاقة الشمسية كتير جدا اقدر اشغل بيها مصانع اشغل بيها وحدات سكنية اشغل بيها اي مكان انا محتاج فيه طاقة متجددة نظيفة فوجود شمس كويسة في مصر ده خل استخدام الطاقة الشمسية سهل وبسيط في مصر تعالوا كده ما النتائجة المترتبة علىه وسؤال في التاريخ يقول لي اضطهاد هيروديس للعائلة المقدسة فاكرين هيروديس كده اول حاجة اتكلمنا عنه ده كان ماسك دولة فلسطين كان هو الملك على دولة فلسطين وابتدى يضطهاد العائلة المقدسة طب كان ايه نتيجة رفع ليكو هو قامت العائلة المقدسة برحلتها الى مصر هربوا من هيروديس وجم على ارض مصر عشان يهربوا من هيروديس طيب وكده يبقى احنا خلصنا النموذج الاول دلوقتي خش عن نموذج التاني يلا ركزين استعدين والسؤال الاول طبعا زي ما احنا متعودين سؤال الخريط رقم واحد يقول لي البحر ها البحر في الشمال هو البحر متوسط سهل خالص وحفظين رقم اثنين يطلب مني ويقول لي السد ها السد اللي حمى مصر فاكرين السد اللي موجود فوق كده بالعلامة السودا دي هو السد العالي اكبر السدود اللي موجودة في مصر رقم تلاتة بيطلب مني يقول لي مشروع ومشروع ده موجود فوق كده في وسط الصحراء الغربية ها حد فاكر مشروع ده برافو عليكو مشروع الفرفرة وانا ده مشروع بيستثمر حوالي مليون ونص فدان ده رقم كبير جدا وده حاجة مفيدة جدا لينا يعني رقم اربعة منطقة لاستخراج البترول وجايبها فين ها شايفينه منطقة دي عند البحر الاحمر كده البحر الاحمر طالع منه حاجتين خليجين خليج العقبة وخليج السويس بالضبط وخليج السويس هو ده المكان اللي بنطلع منه البترول وده اكتر مكان لانتاج البترول يعني رقم خمسة البحيرة اللي موجودة تحت في الجنوب وطبعا هي بحيرة ناصر وده مصدر من مصادر المياه العزبة واكبر بحيرة العزبة اللي موجودة في مصر طيب السؤال رقم به اكتب المصطلح الجغرافي الذي تشير اليه العبارة جملة مطلوب منك تحط التعريف بتاعها الجملة دي معناها ايه مقصود بيها ايه الكلام بتاعها يقول لي رقم واحد انتقال السلع والخدمات داخل حدود الدولة السلع والخدمات يعني السلع يعني الهدوم المنتجات اي حاجة بقى بتتنقل من مكان هي مكان بس فين داخل حدود الدولة دي من سميها رفع عليكم تجارة داخلية لان انا اودي حاجة من منطقة لمنطقة جوة حدود الدولة دي تجارة داخلية رقم اثنين يقول لي كده اتصال الافراد دون انتقال من خلال التليفون أو الانترنت الاتصال أن أنا أتواصل معاك لكن من غير ما أتحرك من مكاني من خلال التليفون من خلال الانترنت ده بنسميه اسمها حاجة اسمها الاتصالات رقم 3 كل ما ينتج عن احتراق الوقود أو حرارة الشمس أو كوة الرياح أو تساقط المياه مرة كمان كل ما ينتج يعني كل حاجة بتطلع من خلال إيه بقى؟ احتراق الوقود إن أنا حط بنزين في العربية فتشتغل فيطلع لي حاجة أو حرارة الشمس إن أنا أخذ الشمس أخذ إيه من الشمس؟ أو كوة الرياح إن الهواء يحرق لي المراوح بتاع الطريق الزعفران أو تساقط المياه على التوربيد دي كلها إيه اللي بينتج عن كل الحاجات دي؟ حاجة بنسميها طاقة طاقة هي كل ما ينتج عن احتراق الوقود أو تساقط المياه أو كوة الرياح قلنا كده زي ما الإنسان بياكل لما ياكل جي له طاقة أو كوة يقدر يتحرك ويلعب بيها حط بنزين في العربية فالعربية تمشي أخذ من الطاقة الشمسية طاقة أخزنها بعدين أحطها في المصانع أو في الشركات أو في البيوت فتديني طاقة تنور لي المكان دي بنسميها طاقة طيب السؤال الثاني رقم ألف يقول لي اختار الإجابات الصحيحة اختار رقم واحد تاني أكبر شريك تجاري لمصر هي إيه؟ تاني أكتر حد مصر بتتعامل معاه بتبيع وتشتري منه هو إيه؟ فرنسا إيطاليا الولايات المتحدة ليبيا طبعا هي الولايات المتحدة رقم اثنين تطورت صناعة الغزل والنسيق في مصر على إيد مين؟ محمد علي طلعت حرب محمد نجيب أخي ديو إسماعيل تطورت طبعا برافو عليك وتطورت على إيد طلعت حرب رقم ثلاثة البضائع رخيصة الثمن وكبيرة الحجم يتم نقلها عن طريق إيه؟ بضاعة مش عايزة تكلفني فلوس كتير في نفس الوقت حجمها كبير زي الرملة زي الأحجار طوب الحاجات دي كلها بنقلها إيه؟ بالجو ولا بالبر ولا بحر ولا النقل النهري تمام؟ هو النقل النهري وإن النقل النهري هو أرخص أنواع النقل الموجود في مصر رقم أربعة يستخدم إيه؟ في صناعة الحلاء والمجوهرات الحلية والمجوهرات إيه اللي بنستخدمه عشان نعمل بيه الإكسسورات بتاعتنا؟ رفو عليك وهو طبعا الدهب نخش عسوه الرقم به بما تفسر تختلف أهمية المعادن من معدن لآخر ليه في معدن عندي ألاقيه غالي؟ وليه ألاقي معدن تاني؟ رخيص في معدن عليه استخدام كتير معدن ملوش استخدام الناس مش بتحبه أو مش بتستخدمه يعني وإن عشان ثلاث حاجات أول حاجة المعادن قيمتها بتختلف من حاجة لحاجة على حسب توزيحها على حسب هي موجودة فين؟ ما كان صعب الوصول إليه ولا سهل؟ على حسب استخدامها أنا أستخدمها في إيه؟ استخدمها في حاجة مهمة ولا استخدمها في حاجة عادية رقم ثلاثة كمية وجودها يعني هي موجودة منها قد إيه؟ كتير فبالتالي أطمن لوجودها وعادي ممكن أعملها بسعر رخيص ولا نادرة الوجود ولازم تبقى غالية عشان هي مفيش منغر كمية قليلة فأهمية المعادن تختلف على أساس ثلاث حاجات توزيعها استخدامها وكمية وجودها السؤال الثاني بما تفسر ارتفاع تمن الطاقة المتجددة ليه الطاقة المتجددة غالية؟ ليه أسعارها غالية؟ وأنها علشان هي تستخدم وسائل تكنولوجية متطورة تكنولوجيا طبعا كلما التكنولوجيا بتبقى أعلى كلما تكون أسعارها غالية التليفون الجديد اللي لسه معموله فيه إمكانيات كتيرة أغلى من التليفون القديم هو نفس الكلام كلما كانت التكنولوجيا بتاعت الطاقة كتيرة وقوية وعالية ده بيكلفها فلوس كتير بما تفسر برضو تاني كلة أهمية المواني على البحر الأحمر ليه على الرغم أن أنا عندي مواني في البحر الأحمر لكن أنا مش بيستخدمها بكفاءة عالية مش بيستخدمها كتير قلت ده علشان وجود الشعب المورجانية وجود الشعب المورجانية وإكتراب الجبال من الساحل وده بيخليني أقرب من الساحل بشكل كبير جدا طيب وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة ذكروا كويس وبالتوفيق لكم كلكم أشوفكم المرة اللي جاية على خير